حلت أمتنا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتفكك السلطة العثمانية وتقسيم الأراضي العربية واحتلالها ثم الخروج منها بعد تقسيمها من أسوأ لأسوأ لأنهم يعلمون أن الاتحاد من شأنه أن يزعزعهم تأكدوا من تفكيك هذا الاتحاد من ذاكرة العرب قبل رحيلهم لأنهم أناسهم درسوا التاريخ ويعلمون عنك ما لا تعلمه والتاريخ يقول لا تغرنك بداوة أو رجعية هؤلاء البدو الذين يعيشون في الصحاري وفي الوديان والأراضي القاحلة أنهم لن يقدروا عليكم وأنتم من أنشأتم الثورة الصناعية وكنتم سباقين للتقدم الطبي والتطور الحضاري ولكم أولوية امتلاك أقوى الأسلحة فقد أثبت التاريخ أن يوما ما في زاوية من زوايا مكة الصحراوية ولد أحدهم وقلب عليكم الدنيا وأتى من بعده من مريديه وأتباعه واحدا تلو الآخر ليذيقوكم بأس الهزيمة والخزي ولهذا كان حرصهم ومؤامراتهم كلها تصبوا لأن يقوموا بتعطيل هذا الاتحاد للأبد من ذاكرة الأجيال القادمة وقد نجحوا في حرب العقول بعد أن أذاقوا العرب والمسلمين خاصة على هذه الأراضي الويلات هؤلاء العرب عادوا لحالة تخلفه مسابقة التي كان الإسلام قد اخترقها وكسرها من جذورها ورفعهم وجعلهم مثالا في كل المجالات يحتذا به فقد أفلتوا ذلك الحبل ونسوا بعض ما ذكروا به وتغيروا أريد في حديث هذا التطرق لأحد هذه الأمور التي تغيرت تماما في هذا الزمن وقد طالت الدعاة والشيور قبل العوام وهي نسيان أحد أهم فرائد الإسلام قد يكون نسيانا أو تناسيا أو اضطرارا لكن الحقيقة تقول أن هذه الفريدة قد اختفت تماما من الوجود إلا في الكتب والمجلدات ألم تعرفها بعد؟ هي الجهة؟ صحيح ألم تتعرف بالله هل لاحظ أنه لا يوجد أي داع أو شيخ يقوم بالدعوة إلى جهة في أي مكان؟ بل يتجنبون التطرق إليه ومن قاله أو دعا له أو حاول ترسيخه في الأذهان يتم إسقاطه أو إقفائه بغض النظر الآن عن شروط وضوابط الجهة تمعنا الكثير من الدعاة الذين يدعون الأمة على ترك المعاصي وجهاد النفس والرجوع لله والجهاد بالكلمة والقلم إلى آخره لكن أين جهاد الكلمة؟ لما هو مخفي تماما ومسكوت عنه؟ تجدهم يطلبون منك نصف تلك الأرض بالمقاطعة والتوبة والكلمة طيب بعدما نقوم بكل ماذا علينا أن نفعل؟ نجلس ونشاهد؟ بل حتى المتحدث الرسمي الملسم لا يطلوها ويقولها للأمة يطلب كل شيء إلا هذه حتى لا يقاطع وينقطع آخر شعاء أمل بينه وبين إخوته والعرب يقول البعض لا تدعو لهذه الفريضة حتى لا تكون فتنة أي أن التكلم في هذه الفريضة في هذا الزمن أصبح قبل أن يتهمني أي أحد لا أدعو للمشابة إنما أحاول تلقيص الواقع المشاهد فقط بل نأخذ الدكتور إيات قنيبي وغيره من الدعاة مثالا هل رأيتهم طالبوا أو نادوا بذلك النداء في سبيل الله في تلك الأرض؟ طبعا نادوا بكل شيء إلا هذه هذا ليس قد حدث فيهم بل ربما لديهم الحق أو ربما هم معذورون ونعلم أن في ذلك خطر على سلامتهم وسلامة آلهم هذا إن فرضنا أحقية وشرعية هذه الفريضة ولكن فرضا لو فعلا قالوها واستعدوا هم أنفسهم قبل الجميع في الصف الأول على الذهاب من الذي سيذهب؟ كم سيبلغ عددهم؟ هل القاعدون سيكونون أكثر أم الذاهبون؟ الأمر يبدو ميؤوس منه بالنظر للمثبطين وأبواق الفتن وضعف شبه العام للأمة الإسلامية والتقييد الشديد على من يدعو الحق وانتشار الرعب سبحان الله أحد أهم الفرائض التي يقوم علي الإسلام قد تم إخفاءها أمام أعيننا ولا يعلم كثير من شباب الأمة عنها شيئا بل ويعتبرونها سبة وإساءة ووحي هذه إحدى أكبر المؤامرات ضد هذه الأمة ونرى شواهدها اليوم ونعيشها لعل الجيل القادم هو الذي سيحمل هذه الراية بعد أن نشبع نحن موتا هم حياة